تسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ولكن بعض الناس تكثر عندها الهموم تجد أنها في معظم الوقت مهموما هذا الهم عندما تتأمل هذه الهموم تجد أنها هموم على أمور مستقبلية الحزن يكون عن أمور ماضية والهم يكون عن أمور مستقبلية فكثرة الهموم تدل على قلة الصبر عند هذا الإنسان وعلى أن عنده جزع عنده جزع وعنده قلة صبر وعنده تخوف شديد ولذلك نقول إذا أردت أن تقل عندك الهموم أرفع مستوى الصبر عندك أرفع مستوى الصبر وقل أصبر على ما يقدره الله تعالى علي الحمد لله ما يقدره الله عز وجل أصبر وأستعين بالله تعالى على ذلك ولا تشغل بالك بكثرة التفكير في الأمور المستقبلية أمور بيد الله سبحانه وتعالى ترجو من الله تعالى الفرج وترجو من الله تعالى الإعانة والتيسير ولا تشغل بالك بكثرة التفكير في المستقبل لأن كثرة التفكير في المستقبل تورد الهموم على القلب ولذلك تجد أكثر من يكون مهموما هو من عنده قلة الصبر وعنده الجزع وإلا الذي عنده الصبر كبيرا تقل عنده الهموم لأنه يقول ما يقدره الله تعالى في المستقبل لا أصبر عليه أصبر على ما يقدره الله تعالى في المستقبل وأنا أتفائل وإحسن الظن بالله تعالى وأن الله تعالى يقدر الأمور على خير وإلى خير فتزول عنه بذلك الهموم وكذلك أيضا الحزن على الأمور الماضية هذا لا فائدة منه ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم استعيد بالله من هذين أمرين من الهم والحزن وأنه ينبغي أن يكون المسلم مشرح الصدر متفائلا بعيدا عن الأحزان والهموم ولهذا لم يرد الحزن في القرآن إلا منهيا عنه أو منفيا ولا تحزن عليهم ولا تحزنوا ولا تهينوا ولا تحزنوا ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون لم يأمر الله بالحزن ولم يأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بالحزن أبدا فلا فأيدة من الحزن لأنه لا فأيدة منه وما لا فأيدة منه لا يأمر الله تعالى به ولا يأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم ولذلك فعل المسلم أن يبتعد عن أسبام الحزن وأسبام الهم وأن يحرص على أن يكون مشرح الصدر وأن يكون صبورا بعيدا عن الجزاء عندما تتأمل في الهم تجد أن من أعظم أسبابه هو الجزع وقلة الصبر عندما يرفع المسلم مستوى الصبر لديه يقل عنده الهم والغم